النُّخَعِ قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم هذا كلام موسى ابن عبد الله النُّخَعِ يقول لإمامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم فعلمه إمامنا الهادي الزيارة الجامعة الكبيرة هذه هي معرفة الأئمة وهذه المعرفة على مراتب قد أفهم الزيارة الجامعة الكبيرة بفهم أعلى من فهمكم ربما ويأتي آخر يفهمها بفهم أعلى من فهمي وهكذا ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة موالي لا أحصي ثناءكم لا أحصي ثناءكم الثناء هو وصف للجميل هو ذكر للجميل موالي لا أحصي ثناءكم وَلَا أَبْلُغُوا مِنَ الْمَدْحِكُنْهَكُمْ وَمِنَ الْوَصْفِ قَدْرَكُمْ وَإِنَّمَا أَتَرَقَّ شَيْئًا فَشَيْئًا بِحَسَبِي هذه هي المعرفة التي يريدها إمام زماننا أما المعرفة التي تحدث عنها إسحاق الفياط وهو نائب إمام الزمان كما هم يقولون بالنسبة لي هؤلاء نواب للشيطان ما هم بنواب للصاحب الزمان لكن كما هم يقولون وإلا فهم في عقيدتي نواب إبليس وأقولها باللسان صريح أنا أعتقد بهذا هؤلاء نواب إبليس بشكل حقيقي من دون أدنى شك عندي قد يقول قائل وأنت لست على علاقة بإبليس كلنا على علاقة بإبليس وقد أكون أكثر شرا منهم لكنني لا أقول للناس تعالوا واتبعوني وخذوا بكلامي وإنما أحدثهم بحديث أهل البيت وأقول لهم تأكدوا من ذلك وافحصوا الأمر بأنفسكم لا تتبعوني ولا تصدقوا كلامي وإنما اجعلوني مصدرا لكم فأنتم لا تمتلكون خبرتي فاجعلوا خبرتي مصدرا لكم ولكن تأكدوا بأنفسكم فليس هناك من ضير على الناس إذا كنت على علاقة بإبليس أما هؤلاء يقولون للناس تعالوا واتبعونا وقدسونا وإن من رد علينا فقد رد على الله وهذا كذب وافتراء على آل محمد آل محمد قالوا عن أنفسهم من أن الذي يرد عليهم فهو يرد على الله وقالوا عن الحكام الشرعيين الذين لا وجود لهم بيننا هؤلاء ما هم بحكام شر هؤلاء نواب إبليس قد تقولون كيف تقول من أن هؤلاء ما هم بحكام شر لأن أوصاف الحكام الشرعيين التي وردت في حديث العترة في حديث تنصيبهم تنصيب هؤلاء لا تنطبق عليهم أبدا بل أوصاف هؤلاء أتحدث عن مراجع النجف بالضبط تناقض أوصاف الحكام الشرعيين بحسب ميزان إمامنا الصادق بدرجة مئة بالمئة فما هم بحكام شرعي على أي حال أعود إلى زيارة الجامعة الكبيرة موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم هذا المضمون يتردد في الزيارة أيضا في جهة أخرى من جهاتها بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم والذين آمنوا كما مر علينا في القانون الذي تلوته عليكم من سورة البقرة في الآية الخامسة والستين بعد المئة بعد البسملة والذين آمنوا أشد حبا لله كيف يزداد هذا الحب بازدياد المعرفة المعرفة التي تعبر عنها الزيارة الجامعة الكبيرة بهذا التعبير موالية لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وتقول أيضا بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصفوا حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم هؤلاء هم أئمتنا ونحن مطالبون أن نزداد في معرفتهم فإذا ازددنا في معرفتهم ازددنا في حبهم والذين آمنوا أشد حبا لله ونحن نزددنا في معرفتهم